طبعاً اللغة الهيروغليفية حتى على جدران المعابد والهرم اللي هو موجود داخل الجيزة بلاتو الجيزة بلاتو اللي هو منطقة الجيزة السلاسة اهرامات لما نيجي نخش المعابد اللي جوه او الديليز الكوريدور هنشرح اللي موجود على الحيطة وهقرى لحضراتكم كل اللي موجود على الحيطة دوت باللغة الهيروغليفية دوت لناها تعتبر كتابات مقدسة ليه طبعاً كتابات مقدسة؟ لان الفراعنة انا زاك اعتبروا هزي الاماكن مقدسة لان اتدفن فيها ملوك طبعاً ده تعتبر مقدمة مهمة جداً بالنسبة لعلم المصريات او الايجيبتولوجي مصر محتاجة ان هي تمصر علم المصريات يعني اتمصر يعني اتعرب علم المصريات اكتر من الخارج قلة جداً بيتحدسوا في هذا العلم ويجب ان يكون دارس علم مصريات وحاصل على شهادة في هذا العلم ويكون ملم بالاربع لغات اللي انا قلتهم سابقاً الديموتيقية الهيراتيقية الهيرغليفية وايضاً اللغة القبطية حاجة بقى الغريبة والحاجة برضو العجيبة عشان نربط بين تاريخ مصر القديم وتاريخ مصر الحديث حدث حصل في الايام السابقة بتعتبر انجلترا داس حدث سمين واغلى من الماس واغلى من اي شيء واغلى من اي حجر كريم في العالم وهو حجر رشيد حجر رشيد ده بالنسبة للمصريين تروح المتحف المصري فيه ناس بتعدي من قصاد المتحف ما تعرفش يعني حجر رشيد ولا تعرف ايه هو حجر رشيد ولا ايه اللي جوه داخل المتحف المصري هاخد حضراتكم كده في جولة سياحية نروح انجلترا ونروح مصر ونشوف الناس ديت ليه بتحب حجر رشيد ابو سألاقي في الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي لحجر رشيد حجر رشيد دوت اللي اكتشفه جان فرانسوان شامبليون جان فرانسوان شامبليون نابليون بونابارت كان زاكي جدا فجاب معه العلماء ده مش داخل يحاربوا بس لا ده جاب معه العلماء عشان يتعلم من المصريين هو عارف على علم ان المصريين عندهم علم فجاب معه جان فرانسوان شامبليون هذا الشاب كان عصبي وده اللي كتب فيه كتب المصريات او جيمس هنري باستد وهو عالم متخصص في علم المصريات كتب ان شامبليون جان فرانسوان شامبليون هذا الشاب اللي فك طلاصم حجر رشيد كان عصبي جدا الشاب بدوت وحتى انه مات وعنده 42 سنة صغير السن ولكن دخل التاريخ في العالم واجمع بسبب اكتشافاته العظيمة او فك طلاصم حجر رشيد لكن بقى الكتب اللي في الغرب فيه حاجات غريبة جدا زكرت عن حجر رشيد في الايام اللي هي السابقة الايام اللي فاتت ديت لان كل يوم فيه جديد في علم المصريات كل يوم فيه ابحاث بتتم في الخارج عن علم المصريات ايه اللي حصل بقى في علم المصريات في حجر رشيد بالذات عشان نفهم حجر رشيد دوت لازم اقول انترو مقدمة عن حجر رشيد حجر رشيد في سنة 1422 15 يوليو كان موجود في قلعة قايد باي الفرنسويين دخلوا بالصدفة في القلعة ديت فكانوا بيحطوا الالواح داخل هذه القلعة وهي قلعة قايد باي ساعتها كان موجود المماليك حتى بالصدفة كده في مدينة رشيد في الاسكندرية واجدوا ان في دهليس تحت الارض فلقوا هذا الحجر دخل طبعا جان فرنسويين شامبليون هذا الشاب المثقف المتعلم اللغاوي اللغة الارغليفية وكان بيجيد ايضا اللغات اللي تطلق عليها دي توتنش براخة أو the dead languages اللغات الميتة فلقى هذا الحجر وبدأ يفك طلاصم هذا الحجر لما جات الحاملة الانجليزية على مص قالك لا عرفوا ان الفرنسويين بيحبوا حجر رشيد دوت فقالك لا ده احنا ناخده الانجليز لما وجدوا ان الفرنسويين عندهم شغف بالحجر دوت قالك لا ده حاجة احنا لازم ناخدها معانا ابتدى الانجليز في حتى راحلهم حطوا الجنرال اللي كان موجود انا زاك اللي هو توماس يانج حط حاجر رشيد ده في خيشة جنبيه وهو قاعد جنب الشنط بناءا عليه قال كده في كتاباته ان رفع المسدس على احد الجنرالات الفرنسويين وقال له ما كنتش هتديني هذا الحجر انا هتخك بالنار في دماغك فطبعا الجنرال الفرنسي خاف فابتدت ده له حجر رشيد بناءا عليه خده حجر رشيد دوت ووضعوه في مكانه الحالي اللي هو المتحف البريطاني البريتش ميوزيوم داخل انجلترا يبقى اذا اللي موجود داخل المتحف المصري ده مش الاصل مش الوريجينال طب اللي موجود داخل المتحف المصري ده ايه ده الربلكة الربلكة باللغة اللي فيها يعني قبي الاصل موجود في المتحف البريطاني بانجلترا لكن الصورة موجودة في المتحف المصري القاتن بالتحرير اللي هو بناه احمد باشا في ميدان التحرير وكان مكانه اصلا في مسبيرو في بولاء الدكرور وبعد كده اتنقل لمكانه الحالي بميدان التحرير الروزيتا ستون او حجر رشيد حضراتكم تخشوا من اول المتحف المصري شباك التذاكر على اليمين وعالشمال هتاخد التذكرة هتخش هتطلع في الجنينة الجاردن هتطلع السلالم هتخش الانترانس البوابة هتلاقي لوحة الروزيتا ستون امامك على الوجهة الامامية او الفرونت فساد موجودة امامك ومكتوبة بلغتين وتلات نصوص اللغتين هم اللغة المصرية واللغة اليونانية هنشوف الشكل اللي هو برضو ليه حجر رشيد ايوة الشكل ده اللي هو مكتوب بيه اللغتين وتلات نصوص اربعتاشر سطر اللغة الهيروغليفية وعندي اربعة وخمسين سطر من اللغة اليونانية حجر رشيد اللي موجود حضراتكم دلوقتي ببص لقي الجبهة الشمال او الجزء الشمال دوت مكسور يعني فيه جزء من اللغة الهيروغليفية مهدوم بش متواجد عملوا ايه بقى الانجليز الانجليز اسكية في انجلترا طلوا عملوا عملية طلاق لحجر رشيد بطبقة من الورنيشي الاسود رحوا طليينها عملوها انليد ويز او عملوها عملية طلاق بالجبس الابيض عشان يبرز الحروف لحد الوقتي احنا مش عارفين نرجع حجر رشيد الى المتحف المصري بدليل ان تلتة اثار العالم موجودة خارج مصر انجلترا قالت في كتب الرحالة وكتب اللي هم علماء الاثار الانجليز في توماس يونج قال كده ان حجر رشيد هو اثمان شيء بالنسبة للانجليز حتى المانيا قالت كده عن نفرتيتي ان هي اطلقوا عليها باللغة الانجليزية ان نفرتيتي او ابرلين جيرل اعترفوا ان نفرتيتي ديت دي بنت المانية وطبعا في معاهدات وفي اتفاقيات واخيرا رجعت باسكوب في نفرتيتي اللي هي رأس الملكة نفرتيتي اخيرا الى المتحف المصر حاليا لكن نفرتيتي نفسها كملكة او تمثيل كثيرة لهذه الملكة نفرتيتي اللي هي كانت زوجة طبعا اخناتون او محطب الرابع الاسرة الامتاشر ده موجودة في متحب برلين بالمانيا في اتفاقيات ارجع بقى طبعا ده بالنسبة للي بيحصل حاليا في العصر الحديث ان في صفقات في صفقات خرجت من مصر نظرة لتجارة الاثار خارج مصر حاجات كتير لان ما كانش فيه اتفاقية ما كانش فيه اتفاقية بين الحكومة المصرية وبين الحكومات الاجنبية فاللي كان بيلاقي حاجة كان بياخدها لذلك طبقا لمعادلة الاسكندرية انا زاك كان فيه اتفاق بين الفرنساوين والانجليز ان هما انجلترا تحتفظ بحجر رشيد الى الان نشوف بحضراتكم نخش كده المتحف البريطاني او البريتش ميوزيوم ونشوف مدى شغف الانجليز بحجر رشيد الحجر اللي هشوف الوقتي هلاقيه حجر كامل حجر كامل غير ناقص نشوف دلوقتي ونخش المتحف البريطاني بانجلترا الغريب في الامر ان الحوار لما بيدور بين المصريين والانجليز عن حجر رشيد انجلترا بتعتبر ان حجر رشيد ده بتاعها ده مش تابع للحكومة المصرية لذلك فيه مشاكل كتيرة جدا وقضايا حتى في الفترة الاخيرة الاصار المصروقة اللي خارجها برا مصر ما نعرفش هي فين لحد الان لان دول اوروبا كلها حتى المجر وبولندا فيها جزء من الاصار المصرية اللي هما تعتبر الحاجات المصرية الاصيلة دي خارجت برا مصر ازاي عن طريق مين عن طريق الخواجات اللي كانت بتروح مثلا منطقة سقارة وبعض منهم كان بيلعب في الرملة هناك بيلقي بعض التماثيل الحاجات الدهب التوابيت الدهب الساركوفيجوس الدهب الحاجات دي كانوا بياخدوها في الشنط وكان بتخرج برا مصر وإلى الان مش عارفين نرجع الحاجات دي مرة أخرى في حل جميل جدا بالنسبة الحاجة الرشيد وبالنسبة للسياحة حاليا في مصر عشان نطور موضوع السياحة المتعف المصري مكون من تلتمائة وستين ألف قطعة أسارية ده ايه يعني تلتمائة وستين ألف قطعة من الأسار المصرية من هما اللي هما الحاجات اللي هي الأصلية المتعف المصري مكون من طابقين الطابق الأول وده يشمل الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة الدور التاني كله حضراتكم لما طلعوا الدور التاني هتلاقي ده يشمل كنوز بتاعة توت عنخ أمون وكل الدولة الحديثة وحتى غرفة الممويات تخش آخر الغرفة كده على الشمال هتلاقي غرفة الممويات اللي هي موجود فيها حداشر ممية من الدولة القديمة لكن لو انا نزلت بالدور الأرضي هلاقي فيه لما خش المتحف المصري على يمين في شمال في يمين في شمال تاني لوحة شمال هلاقي لوحة رائعة لوحة القوضة ديت مع لهاش أي سهم مع لهاش أي أرو اللوحة ديت بتقول لي إن كوم الحصان لوحة كوم الحصان أي بقى لوحة كوم الحصان ديت لوحة كوم الحصان دي تعتبر لوحة كاملة من حجر رشيد ترجمة نانسي قنقر